اشتركوا في القناة هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع إلى مقام جلالتكم أسماءات التهاني والتبركات بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة واحد الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي هي محل الفخر والاعتزاز من جميع أبناء الشعب البحريني الكريم والتي حظيت بدعم ومباركة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب الجلالة إن هذا سباق الدولي ونجاحه هو وجه من وجوه الإصرار الذي نتخذه منهجا كما علمتنا يا صاحب الجلالة نحو تحقيق أهداف مملكة البحرين التنموية وكل ما يعود على هذا الوطن وشعبه الكريم بالخير والازدهار هذه حلبة البحرين الدولية التي ستظل بإذن الله رافدا محفزا هاما للاقتصاد البحريني وبجهود أبناء البحرين الذين نؤمن جميعا بكفاءتهم وقدرتهم على تحقيق لهذا الصرح سمعة مميزة بين مختلف الحلبات الدولية رسخت اسم مملكة البحرين على خارطة هذه السباقات وبهذه المناسبة نرفع إلى مقام جلالتكم السامي كل الشكر والتقدير والامتنان ونعاهد جلالتكم على المضي قدما مستنيرين بنهجكم وتوجيهاتكم لتحقيق التطلعات المنشودة نحو الارتقاء بمسيرة التنمية والتطور وتحقيق المزيد من النجاحات التي حلبت البحرين الدولية ومردداتها على الاقتصاد الوطني دعينا الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور صحة والسعادة ويحقق لمملكتنا الغالية وشعبها الكريم المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة ودمتم سيدي سليمين موافقين وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية جوابية ردا على برقية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التحايات والصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بالتهنئة العميقة لسموكم بما وفقكم الله عز وجل بنجاح سباق الفورميلة واحد والذي يعتبر إنجازا رياضيا وحضاريا واقتصاديا لمملكة البحرين العزيزة حيث أكدت مملكتنا حضورها المميز على خريطة العالم المتحضر ما عزز مكانة بلدنا الغالي على الساحة العالمية تهنئة لسموكم ولجميع الذين أسهموا في نجاح هذه الفعالية المميزة حفظكم الله ودمتم سالمين